السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وافتراقنا من بعده افتراقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه إخواني الكرام أحببت أن يعني أن أن يكون عنوان هذا البث إن شاء الله تعالى ضوابط وشروط الرقية الشرعية فللرقية الشرعية شروط وهذه الشروط لابد أن يستوفيها الراقي والمسترقي وحتى تكون الرقية على الوجه الشرعي المقبول عند الله عز وجل لابد أن تكون بعيدة عن الشرك والشعوذة وغير ذلك فقد اشترط فقد اشترط الشرع لها شروطا معينة ينبغي على الراقي والمسترقي التنبه لها وكما أنني يعني من باب الأمانة العلمية أنني إن شاء الله تعالى يعني قد يكون مصدر يعني هذا البحث هو الكتاب المفرد في علم الرقية الشرعية يعني مستنبط ومقتبس من المفرد في علم الرقية الشرعية إذن إخواني الكرام يعني قلنا للرقية ضوابط أولا أن يعتقد كل من الراقي والمسترقي أن الشفاء لا يكون إلا بيد الله تعالى وحده ولا يستخدم الراقي في رقيته غير ذكر الله تعالى وأسمائه عز وجل فلا يجوز ذكر الملائكة والأنبياء عليهم السلام أو غيرهم في الرقية إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واجبة وذلك لتكون بعيدة عن الشرك المنهي عنه في الحديث الشريف وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك كما يجب أن تكون الرقية بالألفاظ والأحرف العربية وبعبارات مفهومة وأجمع العلماء على اشتراط ذلك اللهم آمين كما يجب أن تكون الرقية بما في القرآن الكريم من آيات وبذكر الله تعالى وبالأدعية النبوية بحيث يقرأها الراقي على المريض أو يقرأها الراقي على نفسه ويجوز كذلك أن تقرأ على الماء ليشرب منه كما يمكن أن تقرأ على العسل والزيت أو الزيوت فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا أي جوعا شديدا فانكفأت فانكفأت أي رجعت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج أي شات في البيت فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه لا تفضح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحن بهيمة لنا وطحن صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا أي بقية طعام فحيهلا بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك أي ذمته فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزا فلتخبز معك واقدحي أي غرفي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي شبعوا وانصرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا وإن عجيننا ليخبز كما هو فلو تأملنا لرأينا الراوي قال فبسق فيه وبارك وهذا هو موضع الشاهد أي طلب البركة من الله تعالى وهذه هي دلالة جواز القراءة على الماء أو الزيت أو العسل أو غيره وهذا الحديث صحيح رواه البخاري رابعا ويجب أن لا يستعمل الراق في رقيته ما هو محرم من الألفاظ كالسب واللعن ويجب أن لا يقوم بالرقية من هو كافر لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنما يتقبل الله من المتقين ويجوز للمسلم أن يرقي إنسانا كافرا لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مرة وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلهم فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها حتى نزلوا على حي من إحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه وما به قلب أي ما به وجع فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم ويجب أن يؤمن كل من الراقي والمسترقي أن الرقية هي سبب من الأسباب وليست نافعة بحد ذاتها وليست نافعة بحد ذاتها وإنما بإرادة الله تعالى وأن منفعتها أتت لكونها من كلام الله تعالى وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله تعالى حيث قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التابات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك والرقية في اللغة هي العوذة فالرقية هي الاستعاذة ولا يجوز الاستعاذة إلا بالله تعالى وأسمائه وكلماته كما بينا في ذلك وأخيرا يجب على المصاب أن يكون مقتنعا بالراقي إذا ذهب إلى راق فإن كان يكره الراق فالأمر فيه خلل وكذلك إن كان الشكا في عدالته أو غير ذلك بل يجب على المصاب أن يختار راق ترتاح نفسه إليه ثم يسلم له ويطيعه وإن كان المصاب سيعالج نفسه فيجب أن يكون على قناعة تامة بإلم الرقية مقتنعا بها غير شاك في أمرها وأما الراقي الذي اشتغل بالرقية فيجب أن يكون قدوة حسنة بأن تجتمع فيه شروط الأدالة ويكون طالبا للعلم الشرعي فلا يجوز ولا يعقل ولا يقبل شرعا ولا عرفا ولا عقلا أن يكون الراقي جاهلا بعلوم الشرعية فيجب عليه على الأقل أن يتمكن من علم العقيدة السليمة من أركانها الستة وكل الفروع التي تندرج تحتها إلى أن يصل إلى نواقذ الإسلام ويتعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة بداية من أنواع المياه إلى الطهارة العكمية والحسية ثم مواقيت الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ويتعلم شيئا من التجويد إن كان يريد قراءة القرآن ويستحسن له بعد ذلك أن يشتغل بالعلم الشرعي ويطرق كل أبوابه حال أوقات فراغه فكلما تقدم الراقي في العلوم الشرعية كان أفيد لنفسه ولغيره وأنفع للأمة في العلم والعلاج كما يجب على الراقي أن لا يكون همه الأوحد جمع المال بل يجب أن يكون همه الأول هو رفع الأذى عن المسلمين أما إذا أردنا أن نتكلم عن فضل الراقي فيقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله عن مشروعية الرقية وفضلها وأخذ الجعل عليها فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله كما كان المسيح يفعل ذلك وكما كان نبينا يفعل ذلك فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابن له مجنون أو ابن أخت له قال جدي فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن معي ابنا لي أو ابن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو له قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب فانطلقت عنه وألقيت عنه الثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيته حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادنه مني اجعل ظهره مما يليني قال بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول خرج عدو الله خرج عدو الله فأقبل فينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وقال شيخ الإسلام بن تمية عليه رحمة الله في المحوية وما شبهها ويجوز أن يكتب للمصاب يعني بالنسبة لي يعني هذا يتكلم عن الكتابة يعني بالنسبة للكتابة يعني ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله تعالى وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن أحمد فرأيت فرأيت على أبي يعني حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عسوا على المرأة ولادتها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون هام لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهله لك إلا القوم الفاسقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحمه والحول ولا قوة إلا بالله تحية إلى جميع الأحب الكرام والإخوة الأفاضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة